دكتور احنا الوقت بيشوفنا كتير من مرضى الرقب ومرضى الغضروف عايز تطمنهم كده ان وجود عالم كبير زي حضركم وجود معنا ايه التطور اللي حصل مثلا في علاج الغضروف بتاع الرقبة وده برضو مشاكل مصرين كتير ممكن نقولهم ونطمنهم هو وصل لإيه هو بالنسبة للرقبة ألام الرقبة طبعا الألام يعني ممكن تبقى حاجات كتيرة اذا كان تهتك في الأربطة اذا كان تهتك في المنسكس اللي هو المخدات اللي هي ما بين العضم المفصل أو الحاجة الشائعة جدا اللي هي تآكل في الغضروف ويعني جرت العادة نقول خشونا في الرقب خشونا في الرقب بالضبط يعني كان اللي موجود الزمان حقن الكورتزون وهنا الكورتزون برضو هتكلم عليه كلمة زايرة لأن الشعب المصري أول ما تقول كلمة كورتزون يتخذ ويتلبش وهنتخن وهنتنفخ وهنتخن وهيأثر على العظم وهيشفت العظام لا أنا موت وأتقلم وما أخدش حون الكورتزون والحاجات دي طبعا كلام ده مش صح لأن الكورتزون مادة مفيدة جدا الكورتزون مادة بيفرزها الجسم وليها استفادة كبيرة ولكن دايما بقول أن كل حاجة تتاخد أو تتاخد بالمعقول بتبقى مفيدة يعني دايما أنا أقول النوم الكتير مش مفيد الأكل الكتير مش مفيد أي حاجة تتاخد بكثرة مش مفيد الأدوية يعني أنا بشوف أن التناقضات حتى في الفكر يقول لك أنا مش هياخد كورتزون وهو لسه واخد حونة ديبروفوس مثلا في العضل وهي كورتزون طبعا أنت واخد حونة كورتزون في العضل اللي هي بتروح للجسم كله ومش هيستاخد حونة فيها كورتزون بتتحط في مكان موضعي يقلل التهابات في هذا المكان ويبقى امتصاصه في الجسم كله أقل بكثير لما تاخده في العضل يحب وياخده مثلا المسكنات اللي هي أوفر زي شيلف إذا كان كيتو بروفن وفولتان يعني وتفر الأسماء ودي بتأثر بصورة شديدة على المعدة وعلى الكلة حتى لو اتخذت حونة مثلا لمسكنات حونة؟ بالعكس حونة بتبقى أصعب يعني الحونة تبقى أقل على المعدة شوية لأنها بتعدي المعدة ولكن على الكلة على الكلة على الكلة